استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافقة له خلال زيارته إلى مصر وخلال اللقاء تم تبحث حول سمول تعزيز أوجه التعاون المشترك في إطار دعم جهود المنظمة الدولية في حفظ السلام والأمن الدوليين كما أكد وزير الداخلية حرص الدولة المصرية ووزارة الداخلية الدائم على إفادة كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لسقل مهاراتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنها من تعزيز جهود المنظمة الدولية في حفظ السلام وصون الأمن الدوليين في ضوء التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية